هل من السنة في الخطبة الاعتماد على قوس أو عصى ونحو ذلك أن يمسك بيدي شيئا بهذا قال جمهور الفقهاء طبعا بخلاف الحنفية قال شعيب بن زريق الطائفي جلست إلى رجل الله صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله الحكم بن حزن الكلثي فأنشأ يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابعة سبعة أو تاسعة تسعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادعوا الله لنا بخير فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر والشأن إذاك دون يعني الحال ضعيفة والأكل قليل قال فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصى أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به ولكن سددوا وأبشروا روى أبو داود وقال نوي في المجموع حديث حسن روى أبو داود وغيره بأساندة حسنة وقال ابن حجر في التلخيص وإسناده حسن وحسنه الألباني في الإرواء والحديث فيه مشروعية الاعتماد على قوس أو عصى حال الخطبة والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث عون المعبود طيب قال بعضهم إنه يمكن تحقيق المقصود يعني إن يد الخطيب ما تلعب تعبث بإمساك رمانة المنبر أو عمود المنبر أو عضادة المنبر يعني يحصل به المقصود فإذا مسك خشبة سلة من المنبر قد يكون له خشبة أمامه فأمسك بها إنه هذا يغني وقال بعضهم إن الإمساك بعصى أو نحو ذلك أثبت للخطيب يعني في الإلقاء والجرأة والقوة وقد ورد في اتخاذ العصى والقوس أحاديث أخرى لكن لا تخلوا من ضعف قال الإمام مالك مما يستحب لإما أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصية توكأون عليها من في قيامهم وهو الذي رأينا وسمعنا وهذا أعون له وأمكن لروعه وأهدأ لجوارحه كما قال بعض أهل العلم وقال الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ المفتي رحمه الله وذلك لكونه أرفق للخطيب وأثبت له ولا سيما إذا كان يطول وقوفه أو مقصود مهم فكونه معتمدا على قوس أو عصى هو السنة وخص القوس والعصى لأنهما يستصحبان عادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما تستصحب العصى عندنا تستصحب الضار السبحة يعني كل زمان فيه مستصحبات فمن زمان كان واحد إذا خرج عادي معه عصى يعني عادي يتوكأ عليها يعني يقلب بها نعالا يحمل بها شيء المهم يعني عصى استخدامات كثيرة حتى أوصلها بعض من نحو مئة استخدام يعني مثل جعلها سترة ومثل أن يؤديها بها مثل أن يخبط بها ورق الشجر فيكون على فن الماشية ومثل أن ينصبها وينصب عليها ثوبة وفتكون ظلة للمسافر إذا أراد أن ينام وشيء كثيرة على يتيحان أنه كانت من المستصحبات وأظن في بعض الأماكن إذا كان ناس من الباشاوات لازم يشلوا عصى أنيقة تكملة المنزان كان يضعها هنا بعض الناس تحت إبطة الدنيا تغيرت والآن أكثر الناس ترى معهم مسابح لايزة للتسبيح يعني للعبث هم أرادوا في الخطبة أن يمسك بالعصى حتى لا يعبث طيب وبمثل ما تقدم قال الشيخ عبد العزباز رحمه الله في شرحي على بلوغ المرام في قضية سنية الاعتماد على القوس أو العصى وذكر أبو القيم رحمه الله أنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بعصى ولا قوس ولا غيره فكأنه يقول أنه لما كان يخطب بدون منبر كان يمسك بالعصى فلما حضر المنبر ما رقاه بالقوس والعصى وذكر بعض الفقهاء أن العصى للحاجة وأما إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى حمل العصى كما ذكره الشيخ بن عثمين في الشرح الممتع وبعض أهل العلم قال لا ما فيما يدل على هذا التفريق فقال ابن القيم وكان إذا قام يخطب أخذ عصى فتوكى عليها وهو على المنبر وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك وكان أحياناً يتوكى على قوس إذن هو ابن القيم يقول له لا يصعد المنبر على العصى لكن ممكن تكون العصى أصلاً فوق المنبر فإذا قام عليه أخذها واتكأ عليها قال وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك وكان أحياناً يتوكى على قوس ففيه أن اتخاذ القوس والعصى بعد المنبر أيضاً يعني من قال أن هذا ما لا علاقة بالمنبر وبعضهم قال لا من أجل قبل المنبر قالوا استمرار الخلفاء الراشدين من بعد على هذا العمل يدل على استمرار هذه السنة طيب الاعتماد على السيف ليس من السنة قال ابن القيم رحمه الله ولم يحفظ عنه أنه توكى على سيف وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف وهذا جهل قبيح من وجهين أحدهما أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكى على العصى وعلى الخوس الثاني أن الدين إنما قام بالوحي بالقرآن هذا وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف زاد المعاد وهذا ما اختاره الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله فإنه قال بعد الكلام على سنية الاعتماد على الخوس والعصى وأما السيف فليس بمشروع وهم عللوا ذلك بأنه إشارة إلى أن الدين فتح به يعني بالسيف وهذا غير صحيح إنما فتح بالقرآن وإنما السيف منفذ فقط